أهلا بكم مشاهدين الكرام وهذه الحلقة الجديدة من مدرسة على الهوى حلقتنا عن مادة اللغة العربية ملكة جمال لغات العالم وفي هذه الحلقة مراجعة عما على فرع البلاغة ومقتطفات من نصوص بلاغية مع خبير المادة بوزارة التربية وتعليم الأستاذ محمد أبو الحسن أهلا وسلام حضرتك أهلا وسلام بكم أستاذ ياسي في البداية أستاذ محمد كلمنا قبل أن نتطرق إلى النصوص البلاغية اللي حضرتك عددتها لنا في هذه الحلقة كلمنا عن أهمية البلاغة في اللغة العربية البلاغة في اللغة العربية كالملح في الطعام فأنت لا تستطيع أن تتذوق طعاما إلا إذا وضعت له ملحا كذلك أيضا لا تستطيع أن تتذوق قولا في اللغة العربية إلا إذا وقد خلطه الأسليب وخلطته الألوان البيانية والمحسنات البداية فمن هذا المنطلق ومن المقرر على طلابنا في الصفة الثالث للتعليم الفني سيأتي سؤال في الامتحان بمشيئة الملعى الزجل مستقل هذا السؤال يتنول فيه الخيال والبديع والأسليب والتجربة الشعرية كما هو مقرر في هذا المنهج فنتناول سويا بمشيئة الملعى الزجل مجموعة من الأسئلة التي اعتدنا أن نراها في امتحانات الدبلومات الفنية ففي عدة نماذج النموذج الأول يقول فيه الشاعر بناكم الله في أرض إذا رفعت صرحا من المجد لم تعبث به الغير الدهر في غيرها هدام أبنية والدهر في شاطئيها حارس حذر كنانت الله كم أوفت على خطر ثم استقرت وذال الخوف والخطر يا فتئة النيل هذا النيل مستمع ومصر ناظرة والشرق منتظر سون لمصر تراثب من أوائلها وثروة من ثراها الحر تدخل هذه الأبيات لعباس محمود العقاد يخاطب فيها أبناء مصر أو فتئة النيل فيقول بناكم الله في أرض إذا رفعت صرحا من المجد لم تعبث به الغير أبناء العزاء بيت أنذي بيت لابد في سؤالة تجربة شعرية أن تشرح الأبيات شرحا موجذا فهنا إذا تناولنا هذه الأبيات في الشرح بناكم الله أي أنشأكم الله عز وجل في أرض عظيمة ألا وهي مصر قيمتها مرفوعة وقامتها مرفوعة صرحا من المجد مصر تمثل المجد لم تستطيع غير الضهر وأحداث الضهر أن تؤثر فيه شيئا الزمن في غير مصر هدم كثير من الأبنية ولكنه يأتي عند مصر ويكون حارس حذر لها لماذا؟ لأنها كنانة الله في أرضه مصر حفظها الله عز وجل فهي كنانة الله في أرضه كنانة الله كم أوفت على خطر كثير ما تعرضت للأخطار ولكنها استقرت بفضل من الله عز وجل وبفضل أبنائها وجنودها البواسد ثم استقرت وذال الخوف عنها والخطر يا فتاة النيل يا أبناء مصر هذا النيل مستمع لكم ومصر منتظرة لما تعطونه لها وكذلك الشرق الأوسط بأثره وبأكمله هو منتظر لكم ماذا تفعلون مع وطنكم مصر؟ فيحثنا العقاد قائلا صونوا لمصر تراثا أي احفظوا لمصر تراثا وذخرا وميراثا منذ القدم من أيام الفراعينة وثروة من ثراها من ترابيها الطاهر تدخر وتحفظ هكذا يكون شرح الأبيات فنذهب سويا إلى الأسئلة يقول الشاعر صب الشاعر فكره في وعاء وجدانه صب الشاعر فكره في وعاء وجدانه وضح ذلك هذا هو سؤال التجربة الشعرية كما تعلمون إذن بعد شرح الأبيات ماذا نجيب عن هذا السؤال؟ نقول نعم وفق الشاعر في أنه جاء بفكرته من وحي عاطفته حيث إن عاطفة الشاعر هي عشقه لمصر وحبه لمصر وحث أبناء مصر على العمل من أجل رفعتها وسموها لماذا؟ لأن الشرق الأوسط بأسره ينتظر ماذا يقدم أبناء مصر لوطنهما الحبيبة أو لوطنهما الحبيب مصر إذن نقول جاء الشاعر بفكرته من وحي عاطفته عاطفة الشاعر هي عشق الوطن فجاءت الفكرة معبرة عن عشق الوطن تماما وقد العكس ذلك على بعض من الألفاظ عليك أيها الطالب أو أياتها الطالبة أن تستخرج الألفاظ التي تدل على عشق الشاعر لوطنه مصر وتذكر الإحاء فيها فلننظر سويا بناكم الله هذا اللفظ كون أن إسناد البناء إلى الله عز وجل هذا يدل على قيمة وعظمة مصر أنت معي يا أستاذ ياسر عظمة وقيمة مصر لأن من؟ من الذي بناها؟ الله سبحانه وتعالى إذن كون الشاعر أن يقول بناكم الله في هذا تشريف لمصر وفي هذا تعظيم لمكانة هذا البلد العريق من عند الله عز وجل من الذي بنى؟ هو الله سبحانه وتعالى فهنا تشريف لمصر وتشريف للمصريين بإضافة أو بأنه جعل الفاعل لفظ الجلالة هو الله سبحانه وتعالى هكذا تكون البلاغة انظر إلى قول طه حسين عندما عاد من الكتاب بعد أن قام بتسميع القرآن الكريم يقول له الشيخ لقد كنت تتل القرآن بالأمس كسلاسل الذهب كسلاسل الذهب عندما يقول كنت تتل القرآن كسلاسل الذهب ما وجه البيان هنا وما وجه البلاغة هنا كيف البعض يقول أن يعني اختار للقرآن بوصفه بأسمى شيء في المعادل وهو الذهب لا عندما يقول تتل القرآن كسلاسل الذهب في ذلك تشريف للذهب لأنه شبه به القرآن الكريم من الأعظم؟ القرآن أعظم من الذهب إذن تشريف للذهب بأن قيد أو سجل ودون مع القرآن الكريم فهذه هي البلاغة أستاذ ياسر في بداية القول كنا تتساءل عن قيمة البلاغة فانظر تسميعك للقرآن الكريم كسلاسل الذهب البعض يقول أنه تشريف اختارا لقراءة القرآن الكريم سلاسل الذهب لا هذا تشريف للذهب لأنه شبه به القرآن الكريم فالأعظم هنا القرآن هذه هي البلاغة فكذلك بناكم الله إذن عظمة مصر في أرض إذا رفعت صرحا من المجد لم تعبث به الغير الدهر في غيرها هدام أبنية الزمن في غير مصر يهدم كثير من الأبنية وكأن الزمان يأتي حارسا يقظا على شواطئ النيل في مصر وحذر كنانة الله كنانة الله ما المقصود بالكنانة الكنانة جعبة السهام جعبة السهام وماذا تعني جعبة السهام جعبة السهام عبارة عن حقيبة من الجلد توضع في كتف الجندي وتوضع فيها السهام فبدلا من أن توضع في آخر الجيش وإذا انكسر سهم يعود إلى الجيش ويضيع الوقت لا فلابد أن تكون في كتفه فإذا كسر سهم يستبدل سهم آخر فأنظر إلى المعنى كنانة الله أي كأن مصر هي جعبة السهام وجنود مصر هم السهام إذا مصر هي الجعبة هي الحقيبة وأبناء مصر الجنود وخاصة الجنود هم السهام فلذلك هي كنانة الله في أرضه كنانة الله كم أوفت كم هنا خبرية أبناء العزاء تفيد الكثرة كم أوفت على خطر ثم استقرت وزال الخوف والخطر إذا مصر مرت بكثير من الأخطار ولكنها استقرت وستستقر بإذن المولى عز وجل وذال الخوف عنها والخطر ثم ناشد الشاعر يا فتية النيلي عندما يقول يا فتية النيلي في ذلك تعظيم في أن ينسب هؤلاء الفتية إلى النيل تعظيم لهم أنتم أبناء النيل يا فتية النيلي هذا النيل مستمع هل النيل يستمع؟ استحارة مكنية شبه النيل بإنسان يستمع ولماذا النيل مستمع؟ لأنه ينتظر رد الجميل من أبناء مصر فلقد أعطانا النيل الكثير والكثير فأين نحن منه الآن؟ أين نحن منه الآن؟ فلابد أن نعطيه الكثير والكثير ومصر ناظرة هل مصر تنظر؟ استعارة مكنية شبه مصر بأنها إنسان ينظر والشرق منتظر ما القيمة وما الدلالة المعنوية لاستخدام الشرق منتظر أي أن مصر هي رأس العرب أي أن مصر هي قمة العرب فإذا لا قدر الله أي شيء يصيب مصري ويصيب العرب بأكملهم فلذلك الشرق ينتظر ماذا يقدم أبناء مصر لمصر صونوا لمصر تراثا احفظوا لمصر هذا التراث هذا الذكر هذا الماضي العريق من الأجداد من الفراعينة احفظوه من أوائلها وأن تحفظوا ترابها الطاهر المقدس من كل عدو يأتي إليه فأنت أيها المصري أو أنتم أيها المصريون أنتم الشعب الأبي وسنظل بإذن المولى عذى وجده هكذا أستاذ محمد أود أن أسأل عن السؤال الأول نفسه ووجه البيان المستخدم فيه فالسؤال يقول صب الشاعر فكره في وعاء وجدانا هو وجه البيان أستاذ ياسر صب الشاعر فكره فيه وجدانه استعارة مكنين لأنه شبه الماء شبه الفكر بماء يصب أو بسائل يصب فيه وعاء الوجدان وشبه الوجدان بالوعاء هذا وجه البلغة ولكن كلمة صبه يستخدمها السائل بمعنى ماذجة أي أن الوجدان لا بد أن يمتزج بالفكر في الشعر كيف؟ دعني أحدثك ببساطة على سبيل المثال الحالة النفسية تبقى منعكسة على الشخص لو أنت سعيد ستظهر بشاشة في وجهك وحشد الله وكلا لو كانت هناك نوع من الكآبة ما سيظهر تجهم في الوجه هذا هو الذي يريده الشاعر إذن لو أنا سعيد ستكون كلماتي بأكملها تدل على السعاد وإن كتبت قصيدة لأريد أن أعبر عن الحزن فلا بد أن تكون الألفاظ ذات حزن فهذا الشعر هكذا إذن الشاعر فكرته وألفاظه يستوحيها من عاطفته يستوحيها من عاطفته أستاذ ياسر من قبل حضرنا سويا في لقاء جمع بيننا بفضل الله عز وجل حول قصيدة المساء لخليل مطران لخليل مطران خليل مطران كان رجل مكتئب ورجل مكتئب في القصيدة ذلك فعبر بألفاظ كلها تدل على الكآبة لأنه حزين أما الشاعر السعيد باللغة العمية المبسوط يبقى إذن ألفاظه هتدل على السعاد فعندما يأتي السؤال صب الشاعر فكره في وجدانه لابد أن يكون الفكر معبرا عن الوجدان عن العاطفة عن عاطفة السعيد دلوقتي يبقى ألفاظها هتطلع كوي ربما ليس فقط الألفاظ ولكن أحيانا أيضا الأصوات في الكلمات الأصوات والخيال والموسيقى في الشاعر كل هذا يرجع إلى العاطفة كل هذا يرجع إلى يعني نابع من عاطفة الإنسان هذا تفسير صب الشاعر ننتقل إلى سؤال التالي واستخرج من الأبيض استخرج لونة بيانيا لون البانية التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل إذن النيل مستمع في استعارة مكنية شبه النيل بإنسان يستمع وسر جمالها التشخيص وتوحي بعظمة النيل أو بانتظار النيل ماذا يقدم أبناء مصر المحسنات البديعي أول شيء تبحث عنه في الامتحان الطباق التضاد بين كلمتين ثم الجناس والتصريع وحسن التقسيم وخلاف ذلك والتورية كما درست في المناجر فنأتي إلى طباق أو مقابلة الضهر وتكون في نفس البيت في نفس السطر في نفس السطر نعم في نفس البيت البيت بأكمله لا تنتقل من بيت إلى آخر إذن يعني عليك أن تستخرج كلمتين تستخرج كلمتين متضادتين عكس بعضهم بس داخل إيه؟ بيت واحد مش واحدة في بيت والتانية في بيت لا لازم في بيت واحد أو مقابلة مقابلة يبقى جملة ضد إيه؟ جملة يعني انظر إلى البيت الثاني الضهر في غيرها الدم أبنية هنا يهدم والضهر في شاطئيها حارس حذب يبقى دان نسميه إيه؟ نسميه طباقة نسميه مقابلة بين جملة تبرد المعنى وتؤكده وتوضعه الضهر في غيرها الدم أبنية والضهر في شاطئيها حارس حذب إذن مقابلة تبرد المعنى وتؤكده استخرج إطنابا إيه الإطناب؟ الإطناب التطويل قد يكون بالتكرار قد يكون بالترادف قد يكون بالجملة الاعتراضية قد يكون بالتزييل هذا الاطناب متى يكون جيدا في الاستخدام ومتى يكون غير محبب غير محبب إذا أطنب الشاعر أو الكاتب دون فائدة يعني أعطاني مترادفات دون فائدة هذا يسمى حش ولكن إذا أطنب من أجل التوكيد هذا هو الأفضل وهذا هو الأسمى في أنواع الاطنب فلنرى سويا الظهر في غيرها هدام أبنية في نفس البيت والظهر تكرار كلمة الظهر اطنب هل هذا الاطنب مفيد ولا غير مفيد لا مفيد طبعا لماذا لأن مرة أتى لنا بأن الظهر في غيرها هدام أبنية بيهدم وهنا الظهر حارس حذر إذا اطنب بالتكرار أفاد التوكيد النوع هنا التكرار التكرار يبقى اطنب بالتكرار أفاد التوكيد هذا هو المطلوب هل هناك شيء آخر تود أن تقول عن هذه القصيدة أو هذه الأبيات قبل الانتقال إلى أبيات أخرى بالطبع لا فننتقد إلى الأبيات الثهر ننتقد إلى أبيات أخرى وهي قصيدة لمن قصيدة لأمير القواف والنظم والشعر في مصر أحمد شوقي نعم هذه الأبيات تدل على مدى عشق شوقي لوطنه أين الذين يشككون في وطنية شوقي هنا أحمد شوقي يقول في هذه الأبيات وهو في منفاهي في الأندلس يا ابن تليم ما أبوك بخيل ما له ملعن بمنع وحبسه أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنسه كل ضار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجسي نفسي مرجل وقلبي شراع بيما في الدموع سيري وارسي واجعلي وجهك الفنارة ومجراك ياد الثغر بين رمل ومكسي أبناء العزاء نحن نعلم أن أحمد شوقي قد تم نفيه إلى بلاد الأندلس بسبب وقوفه ضد الاستعمار أحمد شوقي وهو في بلاد الأندلس كانت هناك سفينة قبل أن نخوض في الأسئلة لابد أن نعطي الفكرة الإجمالية عن شرح هذه الأبيان كان أحمد شوقي يتمنى العودة إلى مصر والوسيلة التي ستعيده إلى مصر هي السفينة فالاستعمار رافض أن يعود شوقي إلى مصر الإنجليز يرفضون عودة شوقي لأنه كان من حاشية الخدوة كما ذا فشوقي وقف وناجى سفينة مكتوب عنها جمهورية مصر العربية فيريد العودة فيها لأنها هي الوسيلة الوحيدة فماذا قال له يا بنت البحر ما أبوك بخيله لماذا أراه مغرما بمانع وحبسي أي أن كأن البحر أعطى أوامر لابنته السفينة ألا تأخذ شوقي معها الأب هنا هو البحر والبنت هي السفينة ولابد للابنة أن تضعن لمطالب الأب أو مطلب الأب فكأن البحر تخيل شوقي ذلك أن البحر أعطى السفينة أوامر أو ابنت السفينة أوامر خذ كل الناس ما عدا أحمد شوقي فيقول لها شوقي يا بنت البحر عهدنا على والدك الكرم نعرف عن البحر الكرم نأخذ منه خيارات كثيرة لماذا أراه مغرما محبا وعاشقا الولع درجة الولع أبلغ درجات الحب وهذا لا يتوافر إلا في إنسان واحد الأم تجاه من أنجبت أي أنني لا أعشق أمي مثلما تعشق ما له ملعا مغرما بمنع وحبس لماذا البحر يرى سعادته في أن يمنعني ويحبسني في هذه البلاد بالخاتب السفينة بقول لها يا سفينة هو الوطن يكون محرم على أولاده أنه يعيش فيها نعيش فيه ويبقى حلال لأولاد المستعمرين من كل جنس ولون يعيشوا فيه طبعا الدوح هنا بمعنى الشجر بمعنى الشجر الوطن فيقول لها شوقي كأن الشجر الوطن يعني هل الشجرة محرم عليها أنه عصفيرها تقف منها وتبقى حلال لكل العصفير من جنس ولون يقف عليها لهم بتقع الاستعمار يعني معناها مصر تكون محرمة على أبنائها أن يعيشوا فيها ويبقى تبقى حلال ومرتع لكل أبناء الاستعمار من كل جنس ولون يعيشوا فيها فين الكلام ده فين القانون اللي قال كده بيقول له بيقول لي مين للسفينة أحرام على بلبيله الدوح حلاله للطير من كل جنس يبقى محرم على الوطن أن يعيش في أبنائه محلل من كل جنس ينون يعيشوا فيها بمعنى والستاذ ياسر معنى بسيط البيت بيت أبونا والغرب يطردونا هذا هو الذي يريده وهذا يخاطب مين السفينة جوحة أولى باللحمة بالظبط فذلك يقول لها إيه قل لها اللي أنا أعرفه بقى أن كل دار أولى بأهله كل دار الأحق بالأهل إيه إلا في خبيث من المذاهب ريتسي ريتسي دانيس يعني كل الشرائع الدينية والدنيوية بتقول أن الأوطان من حق أولادها من حق أبنائها كل مذاهب بتقول كده ما عدا مذهب المستعمر القذر هو الذي لا يعترف بذلك فكأن السفينة يا أستاذ ياسر رأت لكلام شوء بعد ما قال لها الثلاث أبيعات دول وقفت كده تخيل معي السفينة بتقول له كأنها بتقول له طب خلاص يا شوء ولا من شف ولا من ديني أنا حاخدك معي من غير إيه والدي ما أخد علم لأنه لو ولدها البحر لو أخد علم حياخد عليها هي أو شوء فريق بأحمد شوء في السفينة وصل الخبر إلى البحر البحر بيعنف مين بقى ابنته السفينة لأنها بالعالمية كده كسرت كلامه وخدت شوء معاه البحر عمل لها إيه قال لها يعني أنت بتخلف كلامه وتخدي أحمد شوء معك طيب تعالي مش ده مرجى للوقود خزانة للبنزين بتاعك أهو البنزين أهو خدته منك ده البحر ابق وريني يا فلحة أنت وأحمد شوء هتمشوا إزاي طب بص للشراع ما هو الشراع ممكن تمشي بيه مش ده الشراع الممكن لمشيكي راح إيه واخده منها ابق وريني أنت وشوء هتمشي إزاي نايس إيه مش ده الميا بتاعتي أهي خدتها منك أو شفطتها منك ابق وريني أنت هتمشي مع أحمد شوء إزاي يبقى تخلي بالكواستاذ ياسر أنه سحب منها مقاومات السيري التلاتة بالعالمية التنك البنزين الشراع الميا فكيف تسير السيري فنظرت السفينة إلى شوء معناها كده نشيلت أفالح بتقوله كده واده يبقى خلاص هنمشي إزاي شوقي يتحدى البحر في هذا البيت بقول له ولا همك إن كان البحر قد سلبكي خذان الوقود فخذي أنفاسي واجعليها خذان لوقودك وإن كان البحر سلبكي الشراع فخذي قلبي واجعليه شراع لك فبصت له وقالت له طيب الميا وإن كان البحر قد سلبكي الماء فدموعي التي سكفتها على فراقي لمصر كافية لأن تصنع بحرا تسيرين فيه فسيري وانطلقي أي أن شوقي صنع من دموعه بحر للسفينة كي تسيروا فيه انظر في هذا البيت أن هذا الشعر الفزد أحمد شوقي أعطى السفينة مقاومات السير التي سلبها البحر من ابنته السفينة لا ولا همك أي عاطفة هذه يا أمير الشعراء مشتاق إلى مصر يريد أن يعود بأي وسيلة كان إن كان البحر قد أخذ منك خذان الوقود فنفسي مرجل لك نفسي شهيق وذفيري خذان لوقودك وإن كان البحر قد سلبك الشراع فقلبي يخفق فمثلما يخفق الشراع فنظرت إلى شوقي والماء ماذا نصنع فيه يا شوقي قال لها لقد بكت أيني كثيرا من الدموع على فراق لمصر هذه الدموع كافية لأن تصنع بحرا تسيرين فيه في الدموع سيري وأرسي ولأن شوقي واثق من مقاومات السيرة البديلة التي أعطاها من نفسه للسفينة أعطاها أمر في البيت الأخير واجعلي وجهك مقدمتك تجاه فنارة الإسكندرية وتوقفي ما بين محطة الرمل والمكس حيث وجد البوغاذ الخاص بك الميناء الخاص بك طبعا كلمة ماكس ليست كلمة عربية حي المكس في الإسكندرية ومحطة الرمل الإسكندرية توقفي ما بين هذا وذاك انظر إلى عاطفة هذا الشعر العظيم أين الذين يشككون فيه وطنية أحمد شهر؟ أين هم من هذه الأبياء؟ يا بنت البحر ما كان البحر بخيده؟ فلماذا أراه مصرا على أن يعيشنا في هذه البلاد؟ هل يكون الوطن محرما على أولاده أن يعيشوا فيه ويكونوا حلالا لأبناء الاستعمار من كل جنس لون يعيشون فيه؟ الذي أعهده وأعلمه أن كل دار كل وطن أحق بأبنائه وكل المذاهب تقر ذلك ما عدا مذهب الإنجليز الدنس الذي قام بطرد من وطن الحبيب مصر فإن كان البحر قد سلبكي خزان الوقود فاخذي أنفاسي ولعلك تلحظ براعة شوقي سيد ياسر في استخدام الأنفاس الحارة مع خزان الوقود الحار الساخن مع الساخن والقلب الذي يخفق مع الشراع الذي يخفق والدموع مع البحر ومع الماء صنع من جسده مقاومات سير للسفينة حتى يعود إلى مصر واجعل مقدمة اكتغاف نارة الإسكندرية وتوقف ما بين الرمل والمكس أو محطة الرمل والمكس حيث يوجد الميناء الخاص بكأياته السفينة هكذا أراد شوقي أن يعبرنا عن حب الوطن في هذه الأسئلة يقال أن يقال إن الهمزة تحت أبناء العزاء يقال إن الشاعر البارع هو الذي يفكر بقلبه ويشعر بعقله بالطبع كيف يفكر الشاعر بقلبه وكيف يشعر بعقله أنت عندما تقرأ القصيدة تحس أن هذا ليس تفكير عقلي ولكنه تفكير وجداني عاطفي عندما يقول أحد الشعراء في الغزل عيوننا تقضي الحوائج بيننا نحن سكوت والهواء يتكلم انظروا إلى هذا البيت عيوننا تقدر حوائج أي إن إذا نظرت في عينيك أو إذا نظرت في عينيك تفهم ماذا هو مراد وماذا عن شعوره من خلال عقله شعوره من خلال عقله العقل هو مترجم للشعور حيث إنه يرسل الكلمات لنا أو يأتي بالكلمات لنا فنفهم عاطفته ووجدانه وصدقه صدق العاطفه لذلك العقل مترجم للعواطف مترجم حيث يختار الألفاظ التي تتناسب مع ذلك الموضوع يبقى إذن يقال أن الشاعر البرع هو الذي يفكر بقلبه وشعر بعقله بالطبع يبقى إذن هنا لا بد أن نقول أن الشاعر كانت عاطفة الحنين إلى مصر والشوق إلى مصر فجاء بكثير من الفاظ التي تعبر عن ذلك مصر كلمة بلابلو مصر النفسي مرجل وقلبي شراع وكذلك عندما ذكر محطة الرمل أو منطقة الرمل ومنطقة المكس في مدينة الأسكندر نصيب الوحدة الفنية في الأبيات الوحدة الفنية في الأبيات أو العضوية توجد بهذه الأبيات وحدة فنية مع أن مدرسة المحاصرين ليست بها وحدة فنية معنى واحدة فنية أبناء العزاء يعني من أول بيت لآخر بيت تتحدث عن موضوع واحد فهذه الأبيات تتحدث عن موضوع واحد وهو مطالبة للسفينة بالعودة إلى مصر ما الجمال في البيت الثاني كلمة بلابلهم استعارت من تصريحية شبأ أبناء مصر بالبلابل وهناك سؤال لماذا اختار لمصر البلابل لأبناء مصر واختار الطير للاستعمار اختار البلابل لأن البلابل هي الطيور الوحيدة التي لا تهجر أماكنها إلى أن تموت في مكانها فإذن هؤلاء المصريين هم المصريين لا يهجرون وطنهم البلابل هي أفضل أنواع الطيور وهي من عادتها ألا تهاجر أما الطيور ففيه من كل جنس وفيه السيء وفيه كيفما نشاء فلذلك اختاروا الاستعمار هذا هو الجمال في البيت الثاني بل عبله استعارة تصرحية الدوح استعارة تصرحية شبه الوطن بأنه شغر وهذا يدل على تعظيم مصر ننتقل أبناء العزاء إلى النموذج الثالث نموذج الثالث والمرأة سوية للعقاد طبعا هذا النموذج لأحد الشعراء الثالث اللي هو يوضح فيه أحوال الناس أليست هذه أبيات للعقاد؟ لا فهذه الأبيات لشاعر قد يأتي في الامتحان قال الشاعر فقط دون أن يسمي أشعر فهنا في هذه الأبيات من الطبيعي أن معظم الناس لا يرضون بواقعهم وحالهم وهذه حقيقة نجد الكثير من الناس بالعنبية كده زهآن أنه هو في الشغل زهآن أنه هو في عمله هذا حال الناس وهذه حال الدنيا فراد الشاعر أن يعبر عن ذلك فقال صغير ود لو كبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر أهم حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر نحن 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 نح أهم حاروا مع الأقدار أم هم حياروا القادرة الشعر نفسه احتر في أمر الناس هل هم حاروا مع الأقدار سبب الأقدار ولا إحنا كناس وبشر المحيارين هل قدر معنا عازي أقول كده صغير ودى لو كبر يعني صغير يربط من يا سلام لو أبقى كبير في يوم من الأيام وأبقى من العظماء في يوم من الأيام وشيخ عجوذ فان لسان حاله يقول ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب بيت لمحمود سامي البرود يعني يا كبرنا في السن إنت نعود إلى مين إلى مرحب يا سلام لو نعود يا تمنى فئة قل للزمان ارجع زمان بقى نعم جزا إيه وشيخ النودة لو إيه صغر لو صغر وخالن كلمة خالن هنا رفيق أو صاحب لا خالن أن يخلو يعني لا يعمل خالن خالن من الخلو نعم من الخلو وخالن يشتهي عملا نفسه يتمنى عمل قاعد ليل صبح ونهار قاعد زي ما احنا بنقول دلوقتي بلغتنا على القهو صباحا مساء فتمنى اي شغلان اي عمل وذو عمل به ضجر طب تعال اسأل بتوع العمل اللي شغالين يشعرون بالملل الواحد زهق من الشغلان دي ياه ده الواحد مش عارف ايه ياه لو وعد يتأوه ولا يحمل فإذن خالن يشتهي عمل يعني كثير من الناس اللي قاعد على المقاهي تتمنى اي عمل وواحد عنده عمل وربنا كرموا به سبحانه تعالى ولكنه لا يرضى بحالي ليس هذا فقط ولكن صاحب المال ايضا والبيت الثالث ورب المال صاحب المال في تعب عنده امه ولكنهم الفكر شغال شغال اعمل ايه اعمل ايه الفلوس دي حد دي وهكذا يعني باللغة العمية بتاعتنا الدماغ شغالة في تعب وفي تعب من افتقر والفقير طبيعي في تعب حال هؤلاء الناس اهم حاروا مع الاقدار هم دول حاروا مع الاقدار الناس دول ولا الناس دول هم اللي حياروا القدر كأن الشاعر يتساءل اذا معناه انه ما فيش واحد مننا راضي بما قسم الله عز وجل له لكننا لابد ان نقول الحمد لله على كل شي ما عاطفة الشاعر في هذه الابيات عاطفة الشاعر تعالتوا تعالتوا تعقبه ودهشته وغراباته من احوال الناس وعدم الرضا لدى البشر هل هناك ألفاظ دلت على ذلك بالطبع انظر إلى البيت الأخير أهم حاروا مع الأقدار أم هم حياروا القادرة لا الناس اللي حياروا القادرة بقى أم هم حياروا ليه القادرة عازي يقول كده يبقى هذه البيت يدل على مدى صدق عاطفة أشهر السؤال التقليدي في الامتحان أبناء العذاء استخرج من الأبيات لونا بيانيا وبين نوعه وقيمته الفنية اللون الباني استشبيه لاستعارة الكنية المجاز المرسل طيب نشوف مع بعض حياروا القادرة هل القادر ما هو الاستعارة المكنية أبناء العزاء أو الاستعارة عن بتن كلام ما يدخلش الدماغ بالعامية ما يصدقوش العق يعني عندما أقول ضحك القلم هل القلم يضحك؟ ولكن استعارة ومكنية تنشبه القلم بإنسان يضحك سر الجمالية التشخيص يبقى دايما الاستعارة كلام لا يصدقه العقل حياروا القادرة هل القادر يحتار؟ استعارة مكنية شبه القادر بإنسان يحتار وسر الجمالية التشخيص محسناً بدعياً وبين نوعه وأثره في المحل المحسنات البدعية صغير أسمع البعض منكم يقول صغير وكبير كبر صغير وكبر طباق يبرد المعنى ووضح خال وذو خال وذو جميلة أستاذ ياسع خال وذو عملي أشكرك لأنه ذو لابد لها من تكمله ذو عملي خال وذو عملي واحد بيشتغل والتانا بيشتغلش يبقى إذن طباق يبرد المعنى ويأكده وهكذا رب المالي وافتقر طباق أو من افتقر من افتقر أشكرك بهذه البلاغة من افتقر أيضاً إذن بينهما طباق يبرد المعنى ويضح وهكذا ما نوع لسوف الأبيات نوع لسوف خبر باستثناء البيت الأخير إنشاء لسوف الخبر يبقى الجملة عادية لكن إنشاء أمر وناهي واستفهام وتمنن وترجن ودعاء وخلال ذلك وفي تعب من افتقر أعتقد أن هنا يوجد تقديم وتأخير بغرض إظهار القافية أفدقم الله حاجة الشعر للضرورة في الوزن القافية لأنه المفروض يقولي من افتقر في تعب ولكنه تنظر إلى القافية حرف الراء فإذن في تعب من افتقر عشان يزبط الوزن الموسيقي بتاعه أشكرك وزيزيز هذه لبحة فنية بلاغية بليغة من أستاذ فاضل مثلك نوع الأسلوب في الأبيات خبري ولكن في البيت الأخير الأسلوب إنشائي غرضه إظهار الحيرة أبناء الأجلاء ننتقل سويا إلى النموذج الرابع في أسئلة البلاغة للشاعر الفذ المصري الأصيل الوطني المحب لثراب وطنه فاروق جوايد عندما يقول مطالباً المهاجرين إلى خارج مصر أو إلى خارج الوطن ويطلب منهم العودة إلى وطنهم الحبيب مصر هناك سخرية في اختيارك لهذه النماذج في قصيدة سابقة كنت تتحدث عن منهم خارج الوطن ويودونهم أنفسهم أن يعودوا أن يعودوا الشاعر هنا يطالبهم بالعودة نعم لماذا أنتم ارتحلتم ما الذي جعلكم ترتحلون أضاقت بكم الأرض هنا أهانت عليكم الأرض أصبحت مصر أكفاناً لكم تخشون أم تأتونا كي تكونوا موتة فيها هكذا يريد أن يقول الشاعر عظيم فاروق جوايد انظر معي إلى الأبيات عودوا إلى مصر ما أنيلي يروينا منظر تعلتم وحظ النهي يدمينا أين الزمان أين الزمان الذي عشناه أغنية فعانق الضهر في ود أمانينا هل هانت الأرض هل هانت الأرض أم هانت عذا أمنا أم أصبح الحلم أكفاناً تغطينا يا عاشق الأرض يا عاشق الأرض كيف النيل تهجره لا شيء والله غير النيل يغنينا يا عاشق الأرض كيف النيل تهجره لا شيء والله غير النيل يغنينا فأين أنتم أيها الأبناء مصر تناديكم عودوا الى مصر ماء النيل يروينا ارجعوا الى مصر فماء النيل يروينا منذ ارتحلتم من مصر النهر حزين عليكم على فراقكم وحزنه يدمينا نحن يحزننا اين الزمان الذي عشناه اغنية فين ايام زمان لما كنا في الطفولة وعشنا على ضفاف النيل اغنية كنا نلحن الاغنية فعانق الظهر في ود امانينا انا اود اسأل هنا عن تشكيل كلمة الظهر لانها قد تختلف اذا ما شكلناها بالضم او بالفتح لا اعانق الظهر هل هي عانق الظهر ام عانق الظهر لا اين الزمان الذي عشناه اغنية فعانق الظهر في ود اماني اذا ايه فعنقة ظهرة على اعتبار ان الزمان هو معنقة اه نعم الفاعل فيه ود امانينا كانت لدينا ونحن اطفال استاذ يسر ونذكر كلنا ذلك لدينا امان ولينا طموح ان نحققها في ارض مصر لذلك انظر البيت الذي يليه احنا اطفال عندنا طموح وعندنا امان ان احنا نبني في مصر وان احنا نعمل في مصر وتمنى نبع مهندس ومش عارف اعمل ايه في مصر وابقى ضابط واعمل ايه في مصر وابقى مدرس وعمل ايه في مصر وهكذا كل هذه امنيات وعمل ايه في مصر لوطن فلذلك البيت الذي يلي هل هانت الارض هي الارض هانت عليكم اللي انتم لعبتوا عليها وشربتوا وكلتوا منها وخلاف ذلك ولا هانت عزائمكم ولا خلاص الاحلام اتغيرت ولا العزائم ضاعت ولا اصبح الحلم اللي احنا بنحلم ديه كفا بيغطينا يعني ماتت ايه احلامنا وقدت احلامنا عزقلهم كده يا عاشق الارض خلي بالك بقى استاذ ياسر هنا يا عاشق الارض اي ان عشقك للارض حتى لو اصبح لا قدر الله الحلم كثنا فانت عاشق له عاشق الارض كيف النيل تهجره يتعجب الشاعر كيف تهجر النيل لا شيء والله غير النيل يغنينا لا يوجد شيء غير نهر النيل يغنينا فعودوا الى مصر وللحديث بقية هنا ما لو نعطف الابياد عشق الشاعر لوطن مصر وحب لمصر ومطلبته بابنائها ان يعودوا استخرج دونا بيانيا عندما يقول عانق الضغر استعارة مكنية شبه الزمن بانسان يعانق سري جماليها التشخيص المحسنات البدعي نستخرج طبار او تصريع ما انيلي يروينا في البيت الاول فقط وحسن النهر يدمينا اذا هنا تصريع اخر حرف مع اخر حرف في البيت الاول يسمى تصريع يعطي جرسا موسيقيا استخرج اطنابا عندما اقول اطناب فلنبحث الزمان والظهر اطناب بالتراضف النيل والنهر اطناب بالتراضف وهكذا وسر جمال الاطناب التوكيد لا شيء والله يسمى اطناب هنا الشعر اطناب ممكن نسميه اطناب بالتزيل وكذلك ايضا لا شيء والله غير النيل يغنينا يبقى كلمة الله اتى بها الشاعر ليؤكد ان الغنى اولا من الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك نلجأ الى مين الى نهر النيل هو ذكر كلمة النيل ثلاثة مرات ثلاث مرات في هذه الابيات ماء النيل في البيت الاول وايضا هناك في البيت الثالث يعاشق الارض كيف النيل تهجره ولا شيء غير النيل والمح الى كلمة النيل عندما ذكر كلمة النيل لماذا ليؤكد النيل هي مصر ومصر هي النيل ليؤكد ذلك فاتى بها كثيرا وعندما كل شيء والله غير النيل يغنينا هذا يسمى اطنب الاحتراس ايضا في لفظه الجلالة بيحترس لانه كل شيء يتم بس بعد ايه بعد الله سبحانه وتعالى تكملة هذه الابيات ايضا فيها سؤال عندما يطالبهم بالعودة الى مصر فيقول الشاعر عودوا الى مصر غوصوا في شواطئها فالنيل اولى بنا نعطيه يعطينا فكسرة الخبذ بالاخلاص تشبعنا وقطرة الماء بالايمان تروينا عودوا الى النيل عودوا كي نطهره ان نقتسم خبذه بالعدل يكفينا عودوا الى مصر صدر الام يعرفنا مهما هجرناه في شوق يلاقينا عودوا الى مصر غوصوا في شواطئها فالنيل اولى بنا نعطيه يعطينا فكسرة الخبذ بالاخلاص تشبعنا وقطرة الماء بالايمان تروينا عودوا الى النين عودوا كي نطهره ان نقتسم خبذه بالعدل يكفينا عودوا الى مصر صدر الام يعرفنا مهما هجرناه في شوق يلاقينا انظر الى البيت الاخير ها سيد جاسر كرم الام عودوا الى مصر صدر الام يعرفنا مهما هجرناه في شوق يلاقينا لانها الام عودوا الى مصر غوصوا في شواطئ ارجعوا الى مصر وتعمقوا في شواطئها فالنيل أولى بنا نعطيه ويعطينا النيل هنا مجاز مرسل عن مصر مصر أولى بنا نعطيها وتعطينا أخذنا منها الكثير فهي تنتظر منا القليل فهي بنا أن نعطيها كأنه يقول بدلا من أن يستفاد العالم بكم أفيدوا مصر أولا ثم أفيدوا العالم ثانيا فكثرة الخبز بالإخلاص تشبعنا كثرة يعني القليل من الخبز لقيمات نعم لقيمة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه إذن هنا كثرة الخبز قليل من الطعام بالإخلاص أهم حاجة روح الإخلاص أهم حاجة روح الضمير الإخلاص لهذا الواطن عظيم تشبعنا وتعيشنا مية مية وقطرة الماء قطرة بالإيمان تروينا عودوا إلى النيل عودوا كي نطهره لماذا يقول نطهره لأن يد العبث منا قد ابتدت إلى نهر النيل وأسأنا استخدام الهبة التي أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى إن نقتسم خبزه بالعدل اكتسام الخبز وخيرات النيل بالعدل يكفينا سيكفينا عودوا إلى مصر صدر الأم يعرفنا الأم مهما قصى عليها ابنها ومهما هجرها ومهما عاملها معاملة سيئة لقدر الله فهي تشتاق إلى أن تلقاه فمصر هي الأم مهما هجرناها هجرتم مصر وتركتم مصر وهجرتم إلى بلدان العالم فهي في شوق تنتظركم فهل لا سمعتم أيها المغتربون قول فاروق جويدة يطالب أبنائنا في الخارج بالعودة إلى مين إلى مصرنا الحبيبة نعود طارة الأخرى أستاذ ياسر إلى السؤال صب الشاعر الفكر في الوجدان في هذه الأبيات وضح ذلك تشرح الأبيات وتقول نعم جاءت فكرة الشاعر من وحي عاطفته حيث إن عاطفة الشاعر هي حثه لأبناء مصر المغتربين بالعودة طارة أخرى إلى مصرنا الحبيبة وجاءت الألفاظ منعكسة على ذلك تماما أو تدل على ذلك تماما في فعل الأمر عودوا كرر من عودوا كسرة الخبز بالإخلاص تشبعنا كذلك أيضا قطرة الماء انظر إلى كسرة الخبز للتقليل وانظر إلى قطرة الماء للتقليل أيضا فهي كافية لنا عودوا إلى النيني عودوا كي نطهره إن نقتسم خبزه بالعدل نقتسم خبزه بالعدل كلمات تدل على نشر العدل بين أبناء الشعب المصري عودوا إلى مصر صدر الأم انظر إلى تشبيه مصر بأنها أم وصدر الأم مهما هجرناه في شوق يلاقينا ويودنا استخرج من الأبيات لونا بيانيا كما نعلم للمرة الأخيرة لونا البيانية التشبيه والاستعارة والكناية والمجاذ المرسل فعليك أيها الإبن أن تستخرج لونا بيانيا من هذه الأبيات فالنيل أولى بنا نعطيه يعطينا النيل يعطينا هل النيل يعطي؟ شخص يعطي إذن استعارة مكنية تنشبه النيل بإنسان يعطي وهذا يدل على الخير والنماء وكثرة الخيرات التي نأخذها من نهر النيل نستطيع أن نقول أنها تشخيص؟ بالطبع تشخيص لأنه يشبه بإنسان يعطي كذلك أيضا فلنبحث سويا أستاذ ياسر عن لون بياني آخر ولتكن استعارة فماذا نقول في بقية هذه الأبيات؟ صدر الأم الله ما أجملك وما أروعك صدر الأم يعرفنا صدر الأم يعرفنا هل صدر الأم إنسان يعرف؟ استعارة مكنية تنشبه صدر الأم بإنسان يعرف أو شبه مصر بصدر الأم مصر بصدر الأم ولماذا تشبه مصر بصدر الأم صدر الأم لأن صدر الأم هو منبع الحنان للغلام ولا الطفل وهو صغير فهو صدر الأم لذلك اختار في مصر صدر الأم لأن مصر أعطت الكثير فهي الحنان فهي الأم كان يمكن أن يستغني هنا عن كلمة مصر ولا يذكرها لكي نفهمها من سياق الكلام عودوا إلى مصر طب وماذا تريد أن نضعم بدلا منها عودوا إلى صدر الأم فرصا واحد أنت تريد أن المعنى مفهوم من الصياق عودوا إلى صدر الأم صدر الأم وإذن أقول على صدر الأم استعرض من تصرحية مصر جميلة أيضا ولكننا نستطيع أن نتعرض مع استاذنا فاروق جوايدا أنا أقصد أنه كان يستطيع أن يقول ذلك أيضا عودوا إلى صدر الأم يعرفنا ولكن قد يكون شعريا هناك اختلال ما في نطق البيت ولكن جميلة جدا في أن تقول صدر الأم أنا أعرف أن أحيانا الاستعرض تصرحية تكون لها أيضا تعبير أقوى تعبير أقوى تعبير أقوى تعبير أقوى أشكرك يا أستاذ أستاذ يعودوا إلى مصر صدر الأم يعرفنا مهما هجرناه في شوق يلاقينا برضو هجرناه ما هو صدر الأم وهجرناه فيها استعرض مكنية شبه مصر بإنسان نهجره وشبه مصر بإنسان يلاقينا وهذا يسمى امتداد للصورة امتداد للصورة وأبناء العزاء أنتم درستم من قبل التجريد والترشيح في الصورة فهذا يسمى ترشيح لأنه يعطي المعنى قوة ويدفي على المعنى قوة أود أن أسأل عن يعني أن تحدثنا يتبقى السؤال الأخير السؤال الأخير ما نوع الإسلوف الأبيات وما غارده المحسن البداية هو نوع يعني طبعا هناك هذا شعر حديث بالطبع شعر فاروق جويدة وأنت تقرأ وكيف تشعر بالاختلاف بينه وبين أشعار زمان يعني تريد مقارنة ما بين الشعر الحديث والشعر القديم سريعة لا هو مقارنة ولكن أستاذنا فاروق جويدة لا يعني بالتأكيد للزمان تأثيره بالطبع 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 الألفاظ في تطور الألفاظ في تقريب المعنى أكثر وأكثر للقارئ غير العصور السابقة العصور السابقة قد تحتاج من بعض من قراء الشعر أنفسهم إلى معاجم يفتحونها كي يعرفوا معاني الكلمات ولكن ألا تنظر أو ألا ترى أن هذه الكلمات بسيطة مفهومة كثرة الخبذ قطرة الماء كلها كلمات مفهومة فالفارق أن الشعر الحديث يتحدث بلغة العصر الذي نعيشه باللغة دي المدرسة الواقعية وهذا ما لا يجعل الناس يعزفون عن الشعر والاهتمام به كثير من الناس يعزف عن الشعر لصعوبة ألفاظه ولكن كثير ما يحب الشعر أيضا لصعوبة ألفاظه يريد منها التورية وكما قلت أنت صدر الأم مرة واحدة هكذا يبقى إذن هناك ناس يختلفون في قراءتهم للشعر وفي حبهم للشعر أشكرك في ختام هذه الحلقة أستاذ محمد أبو الحسن معلم خبير مادة اللغة العربية بوزارة التعليم الفني سعدت بجتب حيث معنا وأشكرا على كل هذه المعلومات القيمة وهذه المراجعة المفيدة وأنا أتوجه إليك بالشكر وإلى طلابين الأجلاء لحسن سماعهم وإلى أسرة البرنامج القائمة على هذا العمل الجديد إذن مشاهدين طلاب الدبلوم الفني كنا معكم وهذه الحلقة ومراجعة عامة على فرع البلغم ومقتطفات من نصوص بلاغية من أداد الأستاذ محمد أبو الحسن يارب يكون حلقتنا مفيدة لكم وكل الأمنيات أطيبة لكم بالنجاح والتفاوق ونلقاكم في حلقة جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر